زي كل يوم في برنامج نهارك سعيد بنبتدي بفقرة الصحافة والنهاردة 27.02.2017 وضيفي في فقرة الصحافة النهاردة الأستاذ محمد حميدة أهلا بيك أستاذ محمد أهلا سهلا الأعلامي الجميل اللي بيشرفنا ربنا أخليك الله أكرمك نبتدي بأول خبر من جريدة الأخبار الدولة تتدخل قرارات فورية لحل مشكلة أقباط سيناء النازحين الخبر ده يعني هم وصلوا لحد دلوقتي طبقا لمجلس الوزراء إلى 118 أسرة تقريبا أنا كنت هناك مبارح وكنا يعني استمعنا للعديد من الأسر تقريبا كانوا وصلوا لحد ما مشينا إلى 60 إلى 70 أسرة العدد ما هواش كبير قوي بالنسبة لخطة الاستيعاب فيه استيعاب حصل وسريع لأن الإسماعيلية تتميز بأنه فيها أماكن كتيرة تبادلية ممكن لأنه كان بيوجرى فيها بعض لو تفتكر مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية مهرجان الإسماعيلية للثنون الشعبية فده خلق أماكن فيه نزل الشباب وفيه بيت الشباب وفيه القرية الأولمبية دول تلات أماكن كبيرة ممكن يعني يتم استيعاب الأسر وبالفعل تم استيعاب الأسر في معظمهم في بيت شباب الإسماعيلية وتم استيعاب القدر الآخر في القرية الأولمبية وفيه استعدادات تانية لو فيه أسر تانية حتنضم إلى المحافظة فيه كمان قرار تاخد وأعتقد أنه قرار مهم فتح أجازات لكل الموظفين اللي مشوا من العريش إلى الإسماعيلية أجازات مفتوحة إلى أن يتم انتدابهم فيه أماكن عمل أخرى سواء بقى فيه محافظة الإسماعيلية أو فيه أماكن تانية فيه محافظات تانية فيه أسر تانية بدأت تتوجه لمحافظاتها مباشرة لأنه معظم هذه الأسر القبطية اللي كانت موجودة في العريش معظمها من الوادي في الوجه بحري أو من الصيد يعني معظمهم مش من العريش وبالتالي فيه ناس كتير لها أراضي وليها بيوت وليها منازل في أماكنها توجهوا لها على طول ما مرواش على محافظة الإسماعيلية لكن تقريبا 90% من الأسر لأنه دول قرروا فجأة بعد التهديدات المباشرة من عناصر داعش ليهم قرروا أنهم يعني أماناً ليهم يمشوا من العريش وأنا قبلت حيي ناس كتير منهم عندهم أمال في العودة يعني يعني رغم كل ده فيه ناس قعدت 30 سنة و 35 سنة و 55 سنة أنا قبلت مدرس يعني طالع على المعاش عاش عمره كله هناك قال لي والله أنا عايز أرجع دلوقتي مهما كانت الظروف وبالتالي أعتقد أنه هو على فاكرة ما كانت تهديدات بس وتهديدات وفي نفس الوقت كان فيه فعلاً حملية قتل سبعة يعني فيه أتلوا سبعة وبالطريقة دلشعة جداً فيه سيدة مسنة قطية كانت بتتكلم عن اللي حصل لابنها والجزها وأتلوها أتلوهم يعني قدام عينيها لكم فعونها طبعاً وهي هو طبعاً هنا التنظيم بيتبع نفس الاستراتيجية اللي اتبعها فيه أماكن أخرى هتلاقي نفس الاستراتيجية موجودة فيه بداياته فيه الرقة فيه أيضاً بداياته حتى فيه نهاياته دلوقتي فيه الموصل الغربية نفس الاستراتيجية استراتيجية زي ما بيقولوا إدارة التوحش بشكل كبير وإرسال رسالة تخويف وترهيب ضخمة جداً ده له أسباب الأسباب الحقيقية هنا على الأرض إذا بصينا في الفترة اللي فاتي دنيا بقالنا شهرين أو ثلاثة مفيش عمليات كبيرة العمليات اللي احنا كنا بنسمع أنه عربيات دفع رباعي ومدرعات وقوازف وربيجي والكلام ده كله ده مفيش عمليات كبيرة مفيش هجوم على كماء بشكل ضخم وكبير بقى فيه عمليات نوعية سبب ده أنه فيه تمشيط وأنه فيه ضربة كبيرة حصلت في جبل الحلال اكتشفوا فيها أماكن وقدروا أنه هم يقسروا بعض العناصر ويعرفوا بعض المعلومات والحكاية دي برضو أعتقد أن لها مغلوط سريعاً قبل ما ننتقل للخبر الثاني سيد محمد مسؤولين مهمين من أمريكا موجودين الرئيس سيسي أوريدي إن شاء الله قريباً هيروح في الولايات المتحدة الأمريكية ميركر جاية قريب جداً ألمانيا وزير خارجية البريطاني موجود في مصر في حالة من نقول حالة من حالة من الحركة حراب مصري إلى مصر على مستوى العالم لمستوى العالم فأكيد طبعاً مش هايزبونا في حالنا يعني برضو دي دي وجهة نظر وأعتقد أنها وجهة نظر جديرة بالنظر والاحترام لأنه المسألة التوقيت ما هو التوقيت مفوض الشهر الجاي مفوض حضر لك ليه استهداف الأقباط هم الحلقة هناك في المكان اللي هم عايشين فيه الحلقة الأضعف في حلقات تقريباً مش أضعف منهم لكن هم أقلية عايشين وسط الناس معروفين وبالنسبة للإرهابيين بيحددوهم في حد منهم يعني تم قتله ببشعة في السوق مثلاً على سبيل المثال يعني هذه الرسائل الضخمة أعتقد أنه كان القصد منها زي ما أنت بتقول نعم هو ربما مؤشرات عودة السياحة تعطيل السياحة أو غيره عموماً بشكل عام فيه يعني كثير من الوزراء إذا كان وزارة الصحة إذا كان وزارة التعليم إذا كان وزارة الإسكان إذا كان وزارة التضامن كلهم بيساعدوا أخباط مصر إنهم يعيشوا في حالة أقام لغاية لما يرجعوا تاني إن شاء الله للعريش من الأخبار الرئيس الرئيس لشيخ الأزهر تعزيز قيمة التسامح وتجديد الخطاب الديني أعتقد أنه دي مسألة مهمة جداً يعني هو في سياق الخبر أنه فيه اهتمام كبير جداً على المستوى الرسمي بمسألة تجديد الخطاب الديني وأعتقد أنه مسألة تجديد الخطاب الديني ستكون مرتبطة بعمليات تدريبية وتخدوات لأنه الناس اللي حيقودوا مسألة تجديد الخطاب الدين يجب أن يكون عندهم يعني الوعي الكافي نحن نتكلمش على القيادات ما نتكلمش على الناس اللي هما عندهم الوعي وعندهم العلم وعندهم القدرة وعندهم الفقه نحن نتكلم على الناس اللي هما محتاجين كتير جداً جداً من التدريب والفهم وتوسيع المفاهيم وفي نفس الوقت بس قيمة التسامح معناه هو أراء الجميع وقبول الجميع أين كانوا أين كان دينهم وأين كان توجههم في النهاية أنت محتاج لأنه في الفترة اللي جاية ممكن بالفعل يبقى في حركة جيدة في البلد نحن نريد أن ننسى كل التشحنات الحادثة وهذه الحركة الإيجابية سواء على المشتوى السياسي أو الاقتصادي ممكن يبقى لها مردودات إيجابية وبالتالي الخطاب الديني المتسامح الجيد ممكن يفرش أرضية جيدة حتى للاستثمار حتى لاستقبال السائحين حتى للتعامل بشكل جيد مع المشروعات ونلحق الأجيال الجاي يعني نلحق الأجيال الجاي إنها ما تتكلش تبخى بالأفكار السودة دي اللي فيها وما ينفعش الخطاب يبقى جامد ما ينفعش كل يوم جمعة مثلا نسمع خطاب جامد خطاب لا لازم الخطاب يبقى متصل بحياة الناس لازم الخطاب يبقى يعني السلف بشكل قديم أو حديث ما ينفع الناس في هذه الأونة ويسر عليهم حياتهم ويبص روح التسامح ما بينهم من المصري اليوم الرئيس وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان مواجهة الإرهاب صبحي وحجازي يلتقيان فتل لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين يعني برضو مسألة التعاون العسكري يعني برضو فيها جزء لأنه ما قيل في هذا الاجتماع أنه أمريكا بتزود وحتزود مصر بأسلحة حديثة وده برضو شيء مهم وعلى الجانب الآخر مسألة التنسيق الأمني ما بين مصر وما بين أمريكا في مكافة الإرهاب الإرهاب الحادث في سيناء بشكل كبير محتاج تنسيق أمني مش بس مع طرف واحد أمريكا ولكن مع كل الأطراف اللي ممكن يكون عندها معلومات ممكن تساعد أو عندها وسائل يعني هذه الوسائل أيضا بتساعد بشكل كبير جدا في تحديد الأماكن سواء كان أمر صناعي أو كان اتصالات أو كان معلومات أو كان أجهزة استخبارات ربما تحديد الأماكن ربما تحديد الأشخاص لأنه فيه أشخاص أجانب موجودين في هذه المنطقة ربما أشياء كتيرة أو حتى التخطيط المستقبلي للعناصر المتشددة الموجودة في سيناء فمثل هذه الاجتماعات مهمة جدا وزي ما أنت قلت مسألة الحراك الموجود في القاهرة نحن بقنا تقريبا شهر حراك كبير وحركة كبيرة آتية للقاهرة في قيادات كبيرة بتحاول بقدر الإمكان أنها تفتح قنات للتنسيق وأعتقد أن الفترة اللي جاية حتى كمان ستشهد وجود وزير الدفاع ووزير خارجية الروسي ربما المسائل في مسألة السياحة تتيسر قليلا ربما يكون في مؤشرات جيدة نحن في الانتظار حقيقة لنتائج الإيجابية لهذا الحراك من جريدة المصري اليوم الضبع صحراء تسكونها قبائل وأولاد خروف تنتظر النووي نحن مشبيني وبينك لازم نقول الحكاية أنا شخصيا معرفش النوط الصحيح لها يعني كل احتراب طبعا للقبيل بالزبط كده يعني اختصارا هم أولاد القبائل اللي موجودين في هذه المنطقة حيتم تعودهم ولا لا القيادة التنفيذية الرئيس قال لا حيتم تعودهم بشكل كبير في 1500 وحدة سكنية بيتعاملوا مشروع متكامل علشان خاطر الناس دي تسكن في هذه الوحدات وحيتم تعودهم بشكل مالي أيضا وتأمنهم يعني مسألة أنه يتعامل هناك محطة نووية مسألة الأمن بالنسبة لهؤلاء الناس كانت برضو بتخلقهم بتخوفهم إلى أي مدى هذا المكان هيبقى آمن عفوا هيبقى آمن بعد عمل محطة نووية المسألة دي كانت محتاجة حوار مجتمعي محتاجة أن أنت تتواصل مع الناس وأعتقد ده تم من يومين ثلاثة وحيستمر لأنه المسألة دي مهمة جدا أنه التنفيذيين يطمنوا الناس أنه هذا الكيان هيكون آمن ومش هيبقى فيه أي نوع من أنواع السلبيات لا على صحتهم على صحة أولادهم وحيتم تعودهم بشكل جيد هو ده معنى الخبر الأساسي تمام الأهرام من جديدة أهرام مشاورات مصرية فرنسية حول مكافحة الإرهاب يعني أنت إحنا نسا بنتكلم السلسلة تقريبا متواصلة لو إحنا بدأنا نوصل للسلسلة ألمانيا أمريكا روسيا يعني كمان إحنا في انتظار شيء مهم جدا يوم الخميس اللي جاي وهو أمريكل يعني المستشارة الألمانية أمريكل هتيجي وأعتقد أنه على الأجندة بتاعة المباحثات على رأس هذه الأجندة أيضا بحث مشكلة مكافحة الإرهاب دلوقتي الأوروبا بشكل كبير أمريكا أماكن تانية بدأت تعاني بشكل كبير جدا من الإرهاب والإرهاب اللي هو العناصر اللي بتعتمد أفكار متشددة بشكل كبير وبالتالي التعاون مع المناطق أحيانا اللي ممكن تكون مصدرة أو مستقبلا ممكن تكون مصدرة اللي مثل هذه العناصر مهمة وبالتالي إحنا كمان كمصر بنستفيد من هذا الموضوع بشكل جيد بأن التنسيق الأمني بيصب في مصلحاتنا أن نعرف معلومات أكتر وأن نحدد أكتر العدو بتاعنا لأن المسألة مش بس في سينة المسألة على حدودنا في كل مكان أنا عندي حدود غربية في ليبيا عندي حدود جنوبية فيه برضو بعض المشاكل عندي مواني كبيرة جدا ضخمة على البحر المتوسط على البحر الأحمر عندي من قاهرة الجوي عندي مطار فيه عناصر كتيرة ممكن تدخل منه ممكن تدر البلد وبالتالي التنسيق الأمني هنا مهم جدا 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 عشان خاطر نمنع من المنابع الأساسية خاصة وأنه سوريا على وشك أن يكون هناك يعني بتحركات ضخمة في الرقة المقاتلين اللي موجودين داخل داعش الناس دول ممكن يتحرك منهم جزء كبير تمام لأنه فيهم مصريين هيرجعوا نعرفهم منين ونقدر نحددهم إزاي علشان خاطر نمنع موجة تانية ممكن تحصل من الإرهاب في مصر طيب أستاذ محمد إحنا يعني كان نقصينا خبرين بس فاكرتنا خلصت فاكرت الصحافة نورتنا وشرفتنا أفندم شكرا جزينا وإذن الله في يوم تاني إن شاء الله نتناول الصحف وآراء سيات شكرا جزينا شكرا جزينا فاصل ورجعين حالا شكرا جزينا